استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر ليضبية سعادة السيدة سيسيل لونجي سفيرة جمهورية فرنسا صديقة الجديدة لدى مملكة البحرين وذلك السلام على سموه بمناسبة تعيينها سفيرة لبلادها لدى المملكة وخلال اللقاء شهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بعمق علاقات التعاون والصداقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية فرنسا الصديقة في مختلف المجالة والتي ترتكز على أسس متينة من الاحترام المتبادل والتفاهم والتنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية ونوها سموه إلى أن علاقات التعاون الثنائي المتميزة بين البلدين الصديقين تشهد تطورا ملموسا في شتى القطع الأمر الذي يجسد الحرص المتبادل لدى البلدين على تنمية أواصر العلاقات لتلبي المصالح المشتركة للبلدين وعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من العمل الثنائي المشترك لتوسيع أطر التعاون وفتح مجالات جديدة تعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين معربا سموه عن تمنياته للسيدة سيسيل لونجيه بالنجاح والتوفيق في أداء مهم عملها الدبلوماسي بما يسهم في توسيع مجالات التعاون بين البلدين الصديقين لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتمنيا سموه لجمهورية فرنسا وشعبها الصديق دوام الازدهار من ناحيتها أعربت السفيرة الفرنسية لدى المملكة عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه للعلاقات البحرينية الفرنسية مؤكدة حرص بلادها على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتقويتها بما يخدم المصالح المشتركة مشيدة بما تشهده مملكة البحرين من تطور وازدهار في العديد من المجالات